مواطناتنا ومواطنين داخل الدائرة الانتخابية نارث ودخل تجان ومطماطة ومطماطة جديدة بفضل أصواتكم ترشحت إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية فشكرا على ثقتكم التي أعتز بها والتي تحملني مسؤولية كبيرة ونحب ندعوكم إلى القدوم يوم 29 جانفي 2023 إلى مراكز الاقتراع والتصويت للأجدر والأكفأ نعرف أن المرحلة الصعبة وصعبة برشة وأنكم مليتوا الخطابات المملوئة بالوعود الكاذبة والمشاريع الوهمية ولكن نعرف زادة غيرتكم على بلادكم واستعدادكم للدفاع عنها حتى يكون القادم أفضل وأحسن فعلى أرضنا الطيبة ما يستحق الحياة وعلى جبالنا الشامخة ما يستحق التضحية وعلى سهولنا وشواطئنا الممتدة الحالمة ما يستحق المحاولة وعلى هذا الأساس تواجدنا سابقا في الفضاء العام أثناء تهيئة شروط الحياة الكريمة وفي مجابهة الجوائح والأمراض وفي التصدي لكل الذين يعتقدون أنهم فوق القانون وأعلى من الدولة وعلى أساس هذا زادة نحب نكون مع بعضنا في المحطة هذه بثقة الملم بالملفات المهمة والحارقة وبدراية المباشر بالشأن العام ويشرفني أن أضع تحت تصرفكم ما اكتسبت من خبر والطلاع طيلة تواجدي كناشط في الجمعيات والمنظمات أو كمسؤول محلي في إطار ترأسي للعمل البلدي أو كمشارك في المجالس المحلية والجهوية والوطنية ونحب نقول لكم أنه في صورة فوزي بعضوية مجلس نواب الشعب باش نكون صوتكم الصادق والوفي الذي سيدافع على حق جهتنا في الصحة والنقل والتربية والتعليم والثقافة والرياضة والبيئة السليمة والتشغيل وأعيدكم بأن أعمل وفق صلاحيات نائب الشعب مع بقية المؤسسات والمجالس على الدفاع على السيادة الوطنية وعلى استعادة بلادنا من الذين يتاجرون بأمننا وحريتنا وحقنا في الحياة أهلينا الصابرين الصامدين أدعوكم إلى التصويت بكثافة نهار 29 جامع في 2023 لمرشح دائرتكم الانتخابية المستقل عبد السلام الدحماني رقم واحد في ورقة الانتخاب والله ولي التوفيق